هيئة استثمار بغداد حتكها بالاسم هيئة استثمار بغداد الفرص تباع راح أحكير تباع تباع مسيطر عليه هجهات وتذكر أنت سيد شاكر الزام اللي كان رئيس الهيئة بالسجن اللي وراء استلم بكتا حيدر استاذ حيدر حيدر هسم علي مذكرة قبوض ومطلوب لنزاها ها حيدر الأنصاري حيدر الأنصاري اللي إجه استلم وراها صارت مشكلة والبعد إجه السلحسن الرجل دي يشتغل قانون وماشي المور ولكن يوم من الأيام أنت استوبي الموظفين قال أستاذ الحق شلو المشكلة إخوان قال صعدوننا 35 شخص مسلح يابسين زي أسود وصاحبين اللحاية قاسكيتات هيئة استثمار بغداد وصار أشبه باللي تكون معركة داخل محافظة بغداد على مشروع استثماري مع صاحب مصرف هو أخونا وعزيز علينا هو خلق الفرصة وهو جاب المشروع وهو اللي هيئة الفرصة وطبوا عليه اللي يسميهم أنت جنابك الولد مذيري الولاد وأصروا ونشاركوا بالمشروع بلش قد هاي القصة سياتنا يعني خلل نقول صارها في 8 شهر 8 شهر 6 شهر 8 شهر يعني طبوا الهيئة استثمار بغداد قالوا لهم موقفوا هذا العقل واق موقفوا هذا اللي أتطونيانا شاركة وانتهى الموضوع بالشاركة شاركة واللي صنع الفرصة شاركة وألا ما أخذها وانتو تطلعون قبلها مني سياتنا تطلعون علينا بالتلفزيون قوت وأربطة ومثل هذا الوجه الحلو سنبني سنعمل الاستثمار قادم اتفقنا مع الشركات الأجنبية من يضحك على منه سياتنا إذا هاي القصص والخزين اللي عندك إذا هذا اللي لابس له بعده لبسون ذني ولابس أسود وشاير رشاشة يطب ببضح النهار على دائرة أو يخويها وتردون تبنون بلد خلي أحكي لك صدق يا أنا أحكي صدق له خلي أحكي لك شغلات في البداية الجماعة مراحين بدون إسلاح يعني ما الآن أقول لك شفت بعيني أو سمعت أو شايرين بنادق وهذا معكم أنا رحت بنفسي إلى هيئة استثمار بغداد وطلبت منهم الفيديوات قلت لهم تطلون الفيديوات لا أقيم عليكم دعوة أحكي لك العدل قالوا أمروتك خلصت نسك أسكت كان الرئيس في وقتها على الوائلي بعد ما طلع حيدر الأنصار استلم على الوائلي النائب نائب الرئيس صعد رئيس قلت له أكو جهة وطبوا وهددوا قال نعم جدت جهة قوية وهددوا وطبوا وتجاوزوا ولكن انطيني الفيديو ما قبل أنت الفيديو هاي وحده الشغلة الثانية أحنا مرد نقول لك أحضحك على أحد اليوم الشعب العراقي انتخب أعظم مجلس النواب فأنت تشوف دائما النقم على أعظم مجلس النواب يتصورون أنه أعظم مجلس النواب هو بيد الحل هو تنفيذي هو يعين هو يبلط هو يصلح هو يعمر ولكن أخوان المفهوم خاطئ المفهوم خاطئ مع احتراماتي لك احنا لازم نعرف أنه اليوم من شكلة الحكومة والتفقى والأحزاب والكتلة الكبيرة على اختيار الوزراء اللي منعدهم هم اللي جابوهم والوزير جاب المدراء العامين اللي خصوا من جهته والوكلاء جابهم من ربعه والبقية الأخوان اللي جابوهم من ربعهم أصبح دورنا أو احنا أصلا دورنا رقابي تشريعي نكتب ونطالب واللي ميستجيب واللي نلمس ملفات فساد عليه نفاتح الادعاء العام المحاكمة يعني العراقية الادعاء العام هيئة النزاه وديوان الرقابة المالية هذه موجودة عندنا